بيبدأ الفيلم في قسم الطوارئ الخاص بمركز الشرطة وبيكون فيه مجموعة زباط بيردوا على تليفونات الناس اللي محتاجة مساعدة وده عشان يبعطوا لهم دوريات مش شرطة تساعدهم وبيكون من ضمنهم شرطية اسمها جوردن واللي تعتبر افضل واحدة فيهم لانها زكية جدا وساعدت ناس كتيرة وفجأة بتجلى مكالمة من بنت اسمها ليا وبتطلب منها المساعدة وبتقول لها ان فيه واحد غريب بيحاول يقتحم البيت فبتاخد جوردن عنوانها وبتبعط لها اتنين زباط عشان ينقذوها بس المشكلة ان الزباط دولت قدامهم عشر دقايق وده وقت طويل جدا لان المجرم قرب يقتحم البيت فبتقترح جوردن على ليا انها تطلع عودتها بسرعة وتقفل عن نفسها وده عشان تضيع وقت لحد ما الزباط ييجو وفعلا بتطلع عليها عودتها وبتتفاجئ ان الباب مش راضي يتقفل فبتقول لها جوردن على خطة زكية عشان تخدع بيها المجرم والخطة ديت انها ترمي الجزمة بتاعتها من الشباك وتستخبة تحت السرير عشان المجرم يفتكر انها نطت من الشباك وهربت ولما بيوصل المجرم لقودتها بيبص في البلكونة وبيشوف الجزمة فبيفتكر فعلا انها هربت وبيخرج من القودة وساعتها بتتكلم ليا مع جوردن وبتقول لها ان خطتها نجحت بس قبل ما تكمل كلامها بيطقطع الخط فبتتصل بيها جوردن عشان تطمن عليها بس لسوق الحظ بيسمع المجرم صوت رنة الموبايل وبيطلع ليا وبيسحبها من تحت السرير فبتحاول جوردن تخوفه عشان يسيبها وبتكذب عليه وبتقوله ان الشرطة محاصرين البيت فبيعتجها الكلامها وبيقول لها ان الموضوع انتهى وبيقفل السكة فوشها فبتفهم جوردن ان خلاص خلص على ليا وبتحس بالزنب عشان هي السبب في موتها لما اتصلت بيها فبتك تائب وبتكرر انها ما تردش على مكالمات الطوارئ عشان ما تتعرضش الموقف زي دوت وبعد ست شهور بتتحسن حالتها وبتكون مسؤولة عن تعليم الزباط الجدد اللي هيستقبلوا مكالمات الطوارئ وفي نفس الوقت بنشوف واحد اسمها كيسي قعدة مع صاحباتها في المطعم ولما بتخلص بتروح الجراش عشان تركب عربيتها وبتكون ماسكة الموبايل ومش مركزة في الطريق فبتعد عربية حمرة من قدامها وبتكون على وشك انها تخبطها ولكن بتقدر كيسي تتفاداها وبينزل صاحب العربية يعتذر لها واول ما بتديله ظهرها بياجم عليها وبيخضرها وبياخد تليفونها وبعدها بيحطها في الشنطة العربية وبيمشي ولما بتفوق كيسي بتتفاجئ انها في شنطة العربية وبتفضل تصرخ بالصوت عالي جدا ولكن المجرم بيكون مسامعها لانه مشغل اغاني فبتطلع كيسي مبايلها التاني من جيب البنطرون وبتتصل بالشرطة عشان ينقذوها فبترد عليها شرطية تحت التدريب وبتكون جوردن وقفة جنبها وبتقول لهم كيسي انه في مجرم خضرها وحطاها في الشنطة العربية فبتحاول الشرطية تحدد موقعها بالزبط من خلال الموبايل بتاعها ولكن بتتفاجئ ان موقعها مش ظهر لانها بتتصل مكلمة مؤقتة عشان معهاش رصيد فبتكرر جوردن انها تساعدها وبتبدأ تتكلم معاها وهي قلقانة لانها لسه متأثرة من الحادثة بتاعت ليها فبتسألها جوردن عن مكان الجراش اللي هي كانت فيه ووقت ما المجرم خضرها فبتقول لها كيسي انها كانت في الجراش الموجود في وسط المدينة وبتعرفها ان عربية المجرم لونها احمر بتقدر جوردن بزكاها انها تخمن الطريق اللي فيه العربية وبتطلب من كيسي انها تزوقف نوصل عربية البرا عشان تخلعه فبتنفس كيسي كرامة وبتخلع الفنوس بعد معاناة وساعتها بتأمرها جوردن انها تطلع ايديها من العربية وتحركها يمكن حد يشوفها ويتصل بالشرطة وبالفعل بتشوفها واحدة ركبة عربية هي وابنها وبتتصل بالشرطة فبيرد عليها زميل جوردن وبتبلغوا ان فيه حد محبوز في شنطة عربية ماشية قدامها وبتبدأ تقوله الرقم العربية وموقعها بالزبط ولما بيبحثوا عن رقم العربية بيكتشفوا انها مسروقة بقالها يومين من ست عجوزة وبيستنتجوا ان المجرم سرق العربية عشان ينفذ الجريمة ديت وقتها بتقرب الست اللي قدمت البلاغ في عربية المجرم عشان توصف لهم شكلها ولكن المجرم بياخد باله منها وبيشك كده انها بتكلم الشرطة فبيكرر ان يمشي من طريق مختلف فبتبلغهم عن الطريق اللي ميشي منه وزاعتها بتتكلم جوردن مع كيسي وبتسألها انت في حاجة معاك في شنطة العربية ولا لا فبتقول لها كيسي ان في مفك جنبها وعلبة دهان وبتتفاجئ كمان ان في مجرفة وبتخامل كده ان المجرم عاوز يخلص عليها وبعدها يدفنها فبتطلب منها جوردن انها تفتح علبة الدهان وتفضيها على الطريق من خلال فتحة الفنوس وده عشان الهيلوكوبتر بتاعت الشرطة يقدروا يعرفوا مكانها وفعلا بتبدأ كيسي تفضي الدهان على الطريق بس المشكلة ان في واحد بيشوف الدهان وبيقع وبيروح يقول للمجرم فبيتوطن المجرم وبيفهم ان الكيسي فائت وهي اللي عملت كده وبعدها بيركن العربية على جنب وبينزل يفتح الشنطة وبياخد منها المفك وبيهددها انه يخلص عليها لو فتحت بقها فبتطر تنفس كلامه وبيطلع ازاست المخدر عشان يخدرها مرة تانية ولكن بيقطع الراجل اللي قال له على الدهان وبيبدأ يسأله لو معاه اي مشكلة فبيتوطر المجرم وبيقول له مفيش حاجة وساعتها بيلاحظ الراجل توطره وبيبدأ يشك فيه فبيروح يركب عربيته وبيتصل بالشرطة عشان يبلغهم ولكن فجأة بيكسر المجرم شباك عربيته وبيفضل يضرب فيه لحد ما بيفقده الوعي وبعدها بيقرر يسيب عربيته الحمرة وبياخد عربيته الراجل عشان يشاتت الشرطة فبيحط هو وكيسي في شنطة العربية وبيبدأ يتحرك بيهم ولما بتوصل الشرطة لمكان العربية الحمرة بيفهموا ان المجرم ركب عربية تانية فبترجع جوردن تكلم كيسي وبتطلب منها تكسر فانوس العربية زي ما عملت قبل كده ولكن كيسي بتعرفها ان فانوس العربية ديت مصنوعة من الحديد وللأسف مش هتقدر تكسره وقبل ما تكمل كلامه بيفوق الراجل صاحب العربية وبيفضل يصرخ بالصوت عالي جدا فبيسمعوا المجرم وبيركن العربية وبعدها بيتعانوا بالمفاك لحد ما بيخلص عليه وبعدها بيهدد كيسي انها لو صرخت مصرها هيبقى زي الراجل ده بالزبط وفي الوقت ده بيحاول زباط الشرطة يدوروا على اي حاجة ياخدوا منها بصمات المجرم وبيتفاجئ انه مساحة كلها عشان ما يعرفوش هويته وفجأة بيلاقي زابط ازاست المخدر بتاعته وبيكرروا يرفعوا من عليها البصمات بنرجع تاني لجوردن وهي بتكلم كيسي وبتطلب منها انها تدور على محفظة الراجل اللي مات وتعرف منها اسمه من خلال البطاقة بتاعته فبتوافق كيسي والحسن الحظ بتلاقي المحفظة وبتقول لها ان اسمه روبرت دوناردو فبتبدأ جوردن تبحث عنه وبتعرف نوع عربيته وبتبلغ الشرطة عنها عشان يدوروا عليها لان المجرم فيها وفي الوقت ده بيلاحظ المجرم من بنزينة العربية قرى بيخلص منه فبيروح عقرب بنزينة وبيفولها بنفسه عشان العامل ما يشكش فيه وساعتها بتسمعه كيسي وبتزوئ الكورسي الخلف اللي في العربية وبتخرج منها وبتفضل تصرغ بصوت عالي لحد ما بيسمعها عامل بنزينة فبيفهم ان ده يبقى المجرم اللي مطلوب القبض عليه وبيبدأ يهدده بالسلاح فبيرم المجرم عليه بنزين وبيولع فيه بالولع اللي معاه وفي نفس اللحظة بتقدر الشرطة يطبقوا البصمات اللي لقوها على أزاست المخدر وبيعرفوا ان المجرم ده يبقى اسمه مايكل فوستر وعايش في ولاية لوس أنجلوس فبيروحوا لشاقته وبيلقوا مراته هناك لكنها بتكون مش عارفة مكانه وبعد شوية بيوصل مايكل لمكان معزول وبينزل كيسي من العربية وبيلاقي في جبهة التليفون اللي بتكلم منه الشرطة وبتكون لسه جوردن فتحة مكالمة فبتقوله جوردن انها عرفت هويته وبيته وبتنصحه يسلم نفسه وإلا هيندم على كل اللي عمله وقبل ما تكمل كلامها بيقطعها مايكل وبيقول لها خلاص الموضوع انتهى فبتتفاجئ ان مايكل يبقى هو نفس المجرم اللي اقتحم بيت لياه في أول الفيلم وطبعا قال لها الجملة دي لما كلمته عن موبايل وفي الوقت ده بيكون زباط الشرطة لسه في شقته وبيشوفوا صورة ليه وصغير في بيت عائلته القديم فبيخمنوا كده انه حابس كاسي في البيت دوت وبيروحوا بسرعة عشان يقبضوا عليه ولكن للأسف بيلون البيت فاضي ومش بيعرفوا مكانه فبيبلغوا جوردن اللي بتتدايق جدا أول ما بتسمع الخبر وبتكون حاسة بالزنب عشان فشلت لمرة تانية في القبض على مايكل فبتتكلم معاها المديرة بتاعتها وبتأمره انها ترجع البيت عشان تريح عصابها شوية وبالليل بتفوق كاسي وبتلاقي مايكل عمال يقصلها شعرها فبتاخد سبريمين جنبها وبترش على عينه وبعدها بتدخل قوضة وبتقفل الباب عشان ما يمسكهاش لكنه للأسف بيدخل وبيهجم عليها وبيرجع عن نفس القوضة عشان يكمل قص شعرها وفي نفس الوقت بتروح جوردن لبيت عائلته القديم وبتلاقي سور كتير ليه مع أخته اللي بيكون شكلها جميل جدا وشعرها لونه أصفر وفيه سور تانية ليه ويعندها الكانسر وشعرها كله وقع ولما بتخرج من البيت بتلاقي مبيل كاسي وقع على الأرض فبتفهم أن مايكل موجود في المكان دوت وبتفضل تدور على أي حاجة توصل عليه لحد ما بتلاقي باب بيوصل لقبو تحت الأرض فبتنزل بهدوق وبتشوف مايكل وهو قدام كاسي وفجأة بتلاقيه جاي ناحيتها وبتدخل تستخبه في قوضة فبيدخل مايكل لنفس الأوضة ديت وبتكون جوردن مستخبية ورا الدولاب وبتلاقيه أنه محتفظ بشعر أصفر لبنات كتير قوي فبتفهم كده أنه راجل ده مختل عقليا وأنه جات له الحالة دي من ساعة مخته توفت ودخل لا يتربص لكل البنات اللي شعرهم أصفر زي يخده وطبعا بيقصوا لهم شعرهم وبيخلص عليهم ولما بيروح لكاسي بتيجي جوردن من وراه بتضربه على راسه فبيقع على الأرض فبتحاول تفكي كاسي بسرعة قبل ما مايكل يقوم ولكن للأسف بيقوم وبيهجم عليها وبيحطوا الشهف حوض الميا وقبل ما يخلص عليها بتضربه كاسي بألا حدة وبتهرم المكان هيا وجوردن فبيجري وراهم وبيحاول يمسكهم ولكن بيقدروا هما الاتنين يضربوه وبيقع في القبو مرة تانية وساعتها بيفقد الوعي ولما بيفوق بيلاقيهم ربطينه في القبو وبيبدأ يسألهم الشرطة هتيجي إمتى لأنه ضامن أنه كده كده مش هيتحبس وأنه الشرطة هتنقله لمستشفى الأمراض العقلية فبتقول له جوردن مين قالك أصلا أننا هنطلب الشرطة وبتكرر أنها تسيب الواحد في القبو عقابا لي وبتعرفوا أنها تقول للشرطة أنه ساب كيسي وهرب وما تعرفش مكانه بالزبط وبالتالي هيفضل في القبو لحد ما يموت مكانه فبيترجعهم مايكل أنهم ما يعملوش كده ولكن جوردن بتقطعه بتقول له الموضوع انتهى ودي نفس الجملة الشهيرة اللي قالها لقبل كده وهو بيكلمها في التليفون وبعدها بتقفل عليه الباب وبتمشي وبيخلص الفيلم يا ريب بقى لو عجبك تقدر مجهودنا وتعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل ومتنساش تتابعنا كمان على فيسبوك وإنستجرام وتيك توك واشوفكم بقى على خير في فيلم تاني مع السلامة ترجمة نانسي قنقر